اللهم صل على محمد وآل محمه إن الحبيب المصطفى ذرفة ودوفة وذكره فيه الشفة إذا تمادات العلل وذكره فيه الشفة إذا تمادات العلل 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 المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الحلقة الثامنة والعشرون لا زال الحديث في الجهة السابعة من جهات معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها اللغز المحير والترياق الأكبر والإكسير الأعظم ولازلت أتصفح أحاديث كتاب الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني بين يدي روايات أخرى أتلوها على مسامعكم مدارها في هذه الأجواء ومضامينها في فناء اللهم صل على محمد وآل محمد وكما قلت فيما مر من حلقات بأننا نجول ونتنقل بين آثار آثارها عن عبد السلام ابن نعيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد فقال أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به عبد السلام عبد السلام يدخل المسجد الحرام إني دخلت البيت يدخل المسجد الحرام ولم يحضره إلا الصلاة على محمد وآل محمد ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد ماذا قال له الإمام أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به إن كنت تبحث عن العبادة فإنك قد وفقت للعبادة الأفضل اللهم صلي على محمد وآل محمد دعاء وهو أفضل الدعاء وأفضل العبادة الدعاء فإن كنت تبحث عن عبادة فقد وفقت لأفضل العبادة وإن كنت تبحث عن ذكر عن تسبيح عن تهليل عن أي ذكر فإنك قد وفقت لأفضل ذكر وإن كنت تبحث عن قربة تقربك إلى الله فإنك قد كنت في أقرب قربة تقربك إلى الله وإن كنت تبحث عن ثواب وعن عظيم أجر فإنك كنت في أعظم ثواب وفي أجزة لأجر وإن كنت تبحث عن شيء يزيل الحجب فيما بينك وبين الله فإنك كنت في فناء هو أقرب ما يكون حيث تزول الحجب ومر علينا لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد والدعاء عبادة لا تزال العبادة محجوبا ولا يزال الإنسان محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد وإن كنت تبحث عن مطهر يطهر قلبك ويطهر ذاتك من أمراضها فإنك كنت تتمازج مع أعظم مطهر مرت الروايات بأنها تذهب النفاق من القلوب وإن كنت تريد التواصل مع الله فقد مرت الروايات علينا بأن من صلى على محمد وآل محمد مرة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة في ألف صف من أخص خواص وأقرب المقربين من الملائكة وإن كنت تبحث عن صلاة الملائكة جميعا فقد مرت الروايات تحدثنا عن ذلك وإن كنت تبحث عن سبيل لاستجابة دعائك ولقضاء حاجاتك فقد مرت الروايات بأنك إن بدأت بها وختمت بها استجيب لك وقضيت حاجتك وتلك المضامين مرت واضحة جلية لذلك يا عبد السلام إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به فهي أفضل العبادة وهي أفضل الذكر وهي أفضل القربات عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان قال دخلت على أب الحسن الرضا عليه السلام فقال لي ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى الآية التي وردت في سورة الأعلى المباركة وذكر اسم ربه فصلى قلت الدهقان يقول كلما ذكر اسم ربه كلما ذكر الله إن كان بلفظ الله أو كان بسائر الأسماء الحسنى كلما ذكر اسم ربه قام فصلى فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شططا الشطط الشطط هو الزيادة على الحدود الخروج عن الحدود الزيادة على المقدار المطلوب والخروج عن المقدار المطلوب فقال لي الإمام الرضا يقول لقد كلف الله عز وجل هذا شططا إذا كان المراد من العبد ومن المؤمن كلما ذكر اسم ربه لفظا أو في ذهنه قام فصلى صار هذا التكليف تكليفا بما لا يطاق فقلت جعلت في ذاك فكيفه ما معنى وذكر اسم ربه فصلى فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله حين يقول الله حين يقول الرحمن حين يقول الجبار يصلي على محمد وآله لماذا؟ لأن الصلاة على محمد وآل محمد هي أفضل الذكر وهي أفضل التسبيح وهي أفضل التنزيه إذا ذكرنا الله من الأدب أن ننزهه من الأدب أن نسبحه أفضل جمل التسبيح وأفضل جمل التحميد وأفضل جمل الذكر اللهم صلى على محمد وآل محمد وإذا ذكر أهل البيت فإن الله قد ذكر ذكرهم هو ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه المعاني واضحة جدا بل هم الذكر الأكبر الذكر الأكبر الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم بحسب كلمات المعصومين هم هم الذكر الأكبر ولا يوجد ذكر فوق ذكرهم وهذه الجملة اللهم صلى على محمد وآل محمد إنما هي وجود لفظي لذكرهم إنما هي وجود لفظي يشير إلى حقيقتهم وإلى مضمونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذكرهم ذكر الله ولا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فقال صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله وما اسم ربنا إلا هم الرواية واضحة ما اسم ربنا إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صلى أحدكم إذا صلى الصلاة التي هي الطقس الصلاة التي هي مفروضة واجبة أو مندوبة الصلاة التي كما جاءت روايات أهل البيت تقول أولها التحريم وآخرها التسليم أولها التحريم يعني تكبيرة الإفتتاح يعني تكبيرة الإحرام أولها التحريم الحديث هنا عن هذه الصلاة صلاة الركوع والسجود إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله صلوات الله عليهم جميعا في صلاته يسلك بصلاته أو يسلك بصلاته غير سبيل الجنة يعني المفتاح إلى الجنة يعني الشفرة الكود الرقم الخاص الرقم الدايركت المستقيم الذي يسلك بالصلاة إلى سبيل الجنة اللهم صلي على محمد وآل محمد الرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل كثير إذا صلى أحدكم والروايات كلها هذه من كاف الشيعة كل هذه أحاديث باقرهم وصادقهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا الصادق يقول إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله في صلاته يسلك هو يسلك أو يسلك الملائكة التي تحمل صلاته يسلك بصلاته أو يسلك بصلاته غير سبيل الجنة فسبيل الجنة هو سبيل محمد وآل محمد وإذا أردت أن تضع الفيزا في صلاتك إذا كان هناك فيزا وتأشير للدخول لمن يسافر أليس أكثر البلدان لا يستطيع أحد أن يدخل إليها إلا بتأشيرة إلا بفيزا إذا أردت أن تضع تأشيرة الدخول على صلاتك دمغة الدخول التي توضع على الصلاة اللهم صلي على محمد وآل محمد سر قبولها تمام الصلاة كما أن كمال الدين وتمام النعمة الولاية المعنوية في القلوب وفي العقول كذلك في الصلاة اللفظية الأفعالية بركوعها وسجودها كمال هذه الصلاة وتمامها اللهم صلي على محمد وآل محمد وقد يسأل سائل لما الجسد من دون روح يكون ميتا وروح هذه الصلاة اللهم صلي على محمد وآل محمد لأنك ربما لا تستطيع أن تحافظ على حقيقة الصلاة من أولها إلى آخرها روايات كيف تحدثنا عن الصلاة تقول بأن لك من صلاتك ما أقبلت عليه كم هو المقدار الذي يقبل القلب على صلاته وفي صلاته هو هذا المقدار المحسوب من الصلاة يعني صلواتنا إما صفر دائما في أغلب الأحيان بل ربما دائما إما هي صفر أو تحت الصفر أين هو مقدار الإقبال الحقيقي لك من صلاتك ما أقبلت عليه أين هو مقدار الإقبال الحقيقي في هذه الصلاة صلاتنا مشتتة صلاتنا ممزقة ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة وسيلة للنجاة الشفاعة في الدنيا موجودة والشفاعة في الآخرة كما أنه جعل الشفاعة وسيلة في الدنيا من أراد الله بدأ بكم هذه هي الشفاعة الوصول إلى الله منهم كما جعل الشفاعة في الدنيا وجعل الشفاعة في الآخرة لكي يكمل الإنسان نقصه جعل الكمال والتمام والنجاح في صلواتنا باللهم صل على محمد وآل محمد من قالها صادقا وتوجه بها إلى الله الصلاة تقبل بل الذي يبدو من الروايات مجرد أن تذكر الصلوات فإن الله يلتفت إليها مرت علينا الرواية يوم أمس من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد والرواية ذكرت ذلك بالجملة تتحدث عن جملة حال الناس وجملة حالنا في الغالب نحن لسنا متوجهين ومنقطعين تمام التوجه وتمام الانقطاع نتوجه بالجملة فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين يعني هو يقبل الصلاة على محمد وآل محمد على كل حال فإن الله عز وجل أكرم قطعا بشرط الولاية لأهل البيت الشرط الأول والأخير في كل شيء هو الولاية لعلي في القلوب من دون هذا الشرط لا فاعدة في أي شيء سواء قلت اللهم صلي على محمد وآل محمد أم لم تقل لابد أن تكون القلوب مرتبطة بمصدر الطاقة بمنبع الفيض بالحجة ابن الحسن لابد أن تكون القلوب مرتبطة هناك بمنبع الطاقة بالمولد الرئيس للفيض وإلا إذا انقطعت الاتصالات السلكية أو اللاسلكية مع هذا المصدر الرئيس للطاقة وللفيض مع مصدر الخير مع منبع الإيمان لا فائدة من هذا اللفظ ومن غيره نحن نتحدث مع وجود هذا الشرط كما قال إمامنا الرضا من قال لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي الله يقول الإمام الرضا يحدثنا قال الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بشرطها وأنا شرطها هناك شرط هذا التوحيد لا يقبل اللهم صلي على محمد وآل محمد هي كلمة التوحيد قبل قليل مرة علينا الإمام يقول له بأنك قد خرجت بأفضل مما خرج به أي أحد من البيت حينما كان في البيت وما كان يذكر إلا هذا الذكر الشريف اللهم صلي على محمد وآل محمد هي التوحيد كما قال الإمام الرضا بشرطها وأنا شرطها فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدعي الوسط إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه الصلاة لا تحجب ما هو هذا السر وما هي هذه الطاقة في هذه العبارة نحن لا نستطيع أن نشخصها فقط يمكن أن نقول لأنها ذكر لمحمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد مرت علينا الروايات لا يزال الدعاء محجوباً حتى تذكر هذه الصلوات حتى يُذكر محمد وآل محمد يبقى الدعاء يُرفرف على رأس داعيه حتى يُصلى على النبي وآله أنها تكفي الإنسان مؤونة الدنيا والآخرة إذا جعل الإنسان صلاته كلها لمحمد وآل محمد كما مرت الروايات أن تكون في أول الدعاء في أول العبادة في وسطها وفي آخرها بها تُقضى الحوائج وبسببها يُصلي الله علينا ألف صلات لمرة واحدة من هذا الذكر وتُصلي الملائكة المقربون بل تُصلي كل الملائكة كل الملائكة يُصلون علينا بأجمعهم إنها تُذهب بالنفاق النفاق على المستوى الشخصي والنفاق في الأمة ارفعوا أصواتكم بالصلاة هذا خطاب للأمة ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تُذهب بالنفاق هي أثقل شيء في الميزان وحين يُؤتى بالعباد في يوم القيامة وأعمالهم خفيفة موازينهم خفيفة يُخرج النبي الصلاة عليه فيضعها في موازينهم فتَثقل تلك الموازين إنها مثقلة الموازين إنه ما يخرج أحد بذكر وبعبادة بأفضل منها كما جاء في رواية عبد السلام قبل قليل إنها التي جاءت مقصودة في الآية وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا إنها التي تسلك بالصلاة سبيل الجنة هي المفتاح وهي الوسيلة والشفرة وهي القوة والمرشد الذي يُرشد صلاتنا فتذهب هذه الصلاة إلى الجنة أليس هناك الجهاز المرشد الدليل هناك النافيكايتر الذي يُضع في السيارات يُضع في الباخرات في الطائرات هناك الجهاز المرشد هذا النافيكايتر هذا الجهاز الذي يُرشد السيارة والطائرة والزورق في البحر إلى الاتجاه الذي يريد أن يتجه يُرشده وحتى حينما ينحرف باتجاه خاطئ هذا الجهاز يُنبهه بأنك قد أخطأت فعدل مسيرك ويوجد له طريقاً آخر هذه الصلاة هي المرشد والدليل الصلاة على النبي وآله هي التي تسلك بصلاتنا إلى الجنة الرواية واضحة إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله في صلاته هذا كلام صادق يسلك بصلاته غير سبيل الجنة إذن المرشد والهادي والمصباح الذي نستعمله في الظلمات اللهم صل على محمد وآل محمد والروايات في فضلها وفي آثارها كثيرة جداً وهذا شيء من فضلها الشيخ الكليني أولاً أنا لم أقرأ كل الروايات اخترت مجموعة منها والشيخ الكليني في الكافي لم يذكر كل الروايات إذا نذهب إلى الجوامع الحديثية الأخرى سنجد روايات أخرى كثيرة والكثير من هذه المضامين ليس موجودة فقط في كتبنا حتى في كتب القوم الكثير من هذه المضامين التي مرت موجودة في كتب القوم الروايات تبين لنا بأن اللهم صل على محمد وآل محمد حين نلفظها أين تخزن؟ تخزن عند النبي الأعظم تخزن عنده صلى الله عليه وآله تخزن صافية مصفات صحائف الأعمال تكون مسودة بالقبائح وبالذنوب ولكن اللهم صل على محمد وآل محمد تخزن عند من؟ عند صادق الأمين عند أمين الأمناء عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند كافل الكفلاء عند الباب الأعظم وعند الإسم الأعظم 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 عند محمد وآل محمد وبابنا إليه هو الحجة بن الحسن عقيدتنا بمحمد لا معنى لها أبدا من دون عقيدتنا بالحجة ابن الحسن كما أن عقيدتنا بالله لا معنى لها أبدا من دون عقيدتنا بالحجة ابن الحسن المدار الأول والأخير الفاتحة والخاتمة والمركز والحقيقة اللباب والقشور كل شيء مرده إلى فناء الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحديث له تفاصيل ولكن أيام الشهر الشريف تقارب على الانتهاء وفي يوم غد ستكون الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج لذا أحاول أن ألملم أطراف الحديث وإن بقيت مطالب كثيرة هناك مطالب كثيرة لم يسع المجال والوقت للدخول فيها اللهم صلي على محمد وآل محمد نحن لا ندرك مغزاها ولا ندرك معناها وما تقدم من كلام إنها إشراقات من آثار آثارها وبقي كلام كثير هو من إشراقات آثار آثارها أما الحقيقة فإنها مغيبة عن عقولنا هي لغز محير نحن نتمسك بأذيال معانيها نحن نجول ونتجول ونطوف في آثار آثارها هناك مسألة مهمة وبقيت روايات كثيرة للعلم بقيت روايات كثيرة جدا تتحدث عن مضموني وعن معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد وروايات كثيرة جدا تتحدث عن فضائلها وعن أسرارها وعن آثارها والكلام طويل طويل وهناك آيات قرآنية تحدثت عن صلاة الله على العباد وتلك الصلاة على العباد إنما هي متفرعة من صلاتهم على محمد وآل محمد والمطالب كثيرة لكنني أكتفي بما استطعت من بيانه وسأختم الحديث إن شاء الله تعالى في يوم غد الحلقة الخاتمة لما تقدم من حلقات في أيام هذا الشهر المبارك لكن بقيت نقطة سأتحدث عنها في هذه الحلقة وأختم بها حديثي نحن نصلي على محمد وآل محمد فهل يحتاجون إلى صلاتنا هذه هل أن صلاتنا هذه تنفعهم الغريب أن من علمائنا وكثير منهم كثير من علمائنا ومن مراجعنا من الماضين من المعاصرين ومن عرفائنا أيضا يعتقدون بأن الصلاة على محمد وآل محمد تنفع محمد وآل محمد غريب هذا الكلام على أي حال والذين يقولون به هم من مراجع الطائفة من المعاصرين أو من المتقدمين ومن كبار عرفاء الشيعة يقولون بأن الصلاة على محمد وآل محمد تنفعهم تزيد في درجتهم من أراد أن يرجع إلى أحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت فيها أفقان الأئمة مرة يتحدثون في أفق سطحي وأخرى في أفق أعمق المشكلة أن الكثير من الذين يتحدثون أن يتحدثون عن أهل البيت إما يجهلون الأفق الأعمق وإن كانوا من كبار العلماء إما يجهلون الأفق الأعمق وإما أنهم لا يعتقدون به فيتحدثون عن الأفق السطحي وهذه قضية موجودة عبر التأريخ الشيعي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تحدثوا عن أفق سطحي في قضية ثم تحدثوا عن أفق أعمق إلا وهم يريدون الأفق الأعمق لا يريدون الأفق السطحي وإنما تحدثوا بالأفق السطحي مداراتاً إسكاتاً إقناعاً وإلا المنطق والحكمة تقتضي ذلك الحكيم والعاقل من عامة الناس وليس الحديث عنهم إذا تحدث في موضوع في نفس الموضوع مرتين مرة بأفق سطحي وأخرى بأفق عميق قطعاً هو يريد الأفق العميق لا يريد الأفق السطحي وهذه قضية منطقية وقضية فطرية وقضية وجدانية واضحة لا أريد أن أذهب كثيراً في هذا الموضوع ولكن من خلال الروايات التي مرت هذه الروايات التي حدثتنا بأن الدعاء لا يزال محجوباً حتى يصلى عليهم بأن الصلاة الخالية من ذكرهم يسلك بها سبيلاً هو غير سبيل الجنة يعني الصلاة التي يذكرون فيها هي الصلاة التي يسلك بها يسلك بها صاحبها سبيل الجنة حين نقرأ في هذه الروايات بأن الصلاة عليهم بإخلاص وبصدق وبانقطاع تكفل إنسان مؤونة الدنيا والآخرة ومرة تفصيل الكلام في هذه المضامي كل هذه الحقائق حدثتنا بأن منافع الصلاة لنا وما رأينا رواية قالت بأن منافع الصلاة لهم فكيف ينتفعون بصلاتنا الله يصلي عليهم إذا صلى الله عليهم هم يستغنون بصلاة الله عليهم هم يصلون على أنفسهم يستغنون بصلاة أنفسهم أما ينتفعون من صلاة عليهم ومن صلاتك هذا هراء في القول لأن محمدا وآل محمد هم الحقيقة الكاملة الحقيقة الكاملة لا تحتاج إلي وإليك إلى أمثالنا نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة التوبة إذا نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الثانية بعد المئة وما بعدها وآخرون اعترفوا بذنوبهم من أمثالنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والحديث هنا عن صحابة النبي سورة التوبة تتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وقسمتهم إلى مجموعات وهذه مجموعة من المجموعات من أمثالنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ خذ الكلام للنبي خذ من أموالهم صدقة أنت لست محتاجا لها يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة ماذا يفعلون بها تطهرهم أنت تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم نحن محتاجون لصلاته وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم سكن هدوء إخراج من الاضطراب أي اضطراب اضطراب الجهالة اضطراب الجهل اضطراب الضلالة اضطراب السيئات اضطراب الظلم اضطراب الحجب النفسانية والحجب البشرية إن صلاتك سكن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول وهذا هو كافي محمد وآل محمد هذه أحاديثهم الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في عيد الناس فهو كافر رواية صريحة إذا كانت هذه الأموال والتي أول شيء يتبادر إلى الذهن من ذكرها هو الحاجة لأن الأموال الناس لا تنتفع فيها في الآخرة وحتى قديما كانت الناس تعمل بالمقايضة وإن كان المراد من الأموال حتى البضائع ولكن قديما الناس كانت تعمل بالمقايضة بضاعة في مقابل بضاعة أموال ما يسمى له أموال يعني نقود كانت غير موجودة وعلى أي حان الأموال يقصد منها كل شيء كل شيء يتمول به الإنسان هذا الذي يتمول به الإنسان أول شيء يتبادر إلى الذهن منه هو الحاجة فما بالك بالقضايا المعنوية والعبادات والأذكار والأدعية هذه أبعد أن تكون عن معنى الحاجة الحاجة التي يحتاجها المخلوق من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر كافر بكتاب الله الآية مرت علينا قبل قليل إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام الناس يحتاجون الإمام يقبل منهم الناس يأتون بما عندهم ما أدعوا معنى أي شيء بدمائهم بأرواعهم يحتاجون الإمام يقبل منهم لا أن الإمام يحتاج إلى الناس وما يظهر في حياة الأئمة من الحاجة إلى الناس هو بسبب التعايش الطبيعي بالأسباب الطبيعية وإلا إذا أراد الإمام أن يتصرف وفقا لمقاماته الحقيقية فحينئذ يبدأ قانون الزيارة الجامعة يشتغل وذل كل شيء لكم من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر هذا هو الجزء الأول من الكافر الشريف كتاب الحجة باب صلة الإمام عليه السلام من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر الإمام يحتاج لي يحتاج لك إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام أعمالنا كذلك ما نقوم به من أي عمل من الأعمال الإمام لا يحتاجها ما يهدى للأئمة من صلوات من عبادات من أي شيء من مادة أو معنى لا يحتاجه الإمام ما حاجة الإمام إليه وهو الغني المغني بغنى الله سبحانه وتعالى إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها رواية ثانية عن ابن بكير بسند الكلين عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله صادقهم صلوات الله عليه يقول إني لآخذ من أحدكم الدرهم فهل أنا محتاج إليه إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ومع ذلك الإمام يقيس هذه القضية في الوضع العادي للمعيشة اليومية وفي الوضع العادي هو غني أيضا ولكنني أنا هنا لا أريد الإشارة إلى الوضع العادي في الحياة اليومية إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا اللهم صل على محمد وآل محمد تذهب بنفاق القلوب للتطهر اللهم صل على محمد وآل محمد ترفع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى بسببها يصلي علينا ألف صلاة الله يصلي علينا بسببها فهل أن محمد وآل محمد يحتاجون إلى ذلك عجب هذا الكلام والله عجب والغريب يصدر من كبار المراجع من كبار العلماء من كبار العرفاء لا أدري كيف وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات الله يأخذ الصدقات كما أن محمدا هو الذي يأخذ الصدقات حين يأخذها محمد فإن الله قد أخذها فهل أن الله محتاج للصدقات الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا من لطف الباري سبحانه وتعالى هذا من لطفه هذا من جماله هذا من رحمته هذا من رأفته هو يعطينا ثم يستقرض منا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أي جود وإي لطف هذا وهو يعطينا بواسطة محمد وآل محمد العطاء من محمد وآل محمد وهم يقولون صلوا علينا هذا من لطفهم هذا من كرمهم هذا من جودهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم المعاني واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التفصيل والتطويل والبيان محمد وآل محمد حقائق كاملة والحقائق الكاملة لا تحتاج إلى شيء يصدر منا قصين من أمثالنا اللهم صلي على محمد وآل محمد نحن نحتاجها وحياتنا تحتاجها ووجودنا يحتاجها دنيانا ديننا عواقبنا آخرتنا زيارات الشريفة ماذا تقلع؟ إذا نذهب إلى زيارة أئمة البقيع كيف نخاطب أئمة البقيع؟ صلوات الله عليه كيف نخاطبهم؟ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وهذا هو مفاتيح الجنان؟ ارجعوا إلى زيارة أئمة البقيع في مفاتيح الجنان وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ يَا آلَ مُحَمَّدَ رَحْمَةً لَنَا وَلَيْسَ رَحْمَةً مِنَّا لِمُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذْ اخْتَارَكُمُ اللَّهُ لَنَا وَطَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ عَلَيْنَا مِنْ وِلَايَتِكُمْ نحن محتاجون إليكم نحن نحتاج إليهم وَجَعَلَ صَلَاتَنَا رحمةً لنا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذْ اخْتَارَكُمُ اللَّهُ لَنَا وَطَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ عَلَيْنَا مِنْ وِلَايَتِكُمْ تستغربون؟ الرواية موجودة في تفسير الإمام العسكري عن الإمام العسكري رواية واضحة والله لو لا آل محمد لكنتم كالبهائر رواية واضحة وصريحة وهي تطابق المعاني القرآنية أليس القرآن يصف المنحرفين عنهم والمنحرفين عن طريق الله بأنهم بهائر وأضل من البهائر معاني واضحة تطابق المعنى القرآنية لو لا آل محمد لكنتم كالبهائر الزيارة الجامعة الكبيرة هذه خناعات وعقائت البعض لا يقبل هذا الكلام هو حر نحن أيضا أحرار بما نعتقد لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي هناك الرشد محمد وآل محمد هناك الغي في جهة ثانية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة وهل العروة الوثقة إلا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نزورهم فماذا نقول هذا النص المعصوم النص الشريف القول البليغ الكامل عن عاشر الأئمة عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه وجعل صلاتنا عليكم يا آل محمد وما خصنا به من ولايتكم نفس المضمون السابق ولكن بصياغة أخرى وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا ليس لخلقكم يا آل محمد وطهارة لأنفسنا ليس لكم لنا نحن المحتاجون وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا الله سبحانه وتعالى حين يقول وله المثل الأعلى المثل الأعلى أليس يعني المثل الكامل ألا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة بأنهم المثل الأعلى في زيارات أهل البيت المعنى واضح وصريح هكذا نخاطبهم السلام على أئمة الهدى هذا في زيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والقرآن واضح وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض في السماوات والأرض له المثل الأعلى في سماواته وفي أرضه في كل طبقة من طبقات الوجود هم المثل الأعلى يا من تعرفون العربية حينما يأتي الكلام بهذا السياق وبهذه الصيغة هل يعني أن هذا المثل فيه نقص المثل الأعلى وحين يقرب لنا الله سبحانه وتعالى هذا المثل في سورة النور فيقول الله نور السماوات والأرض هذا النور فيه نقص مثل نوره مثال كمشكات يا شيعة أهل البيت ارجعوا إلى كتب التفسير وقرأوا روايات أهل البيت المشكات هذه المشكات التي فيها مصباح وهذا المصباح الذي هو في الزجاجة وهذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري وتلك الشجرة المباركة منهم وذلك النور على نور ويأتي الله نوره من يشاء منهم هؤلاء أليس الروايات تصرح بأنها فاطمة وآل فاطمة صلواته الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المشكات وهذه الشجرة إنهم محمد وآل محمد هم المثل الأعلى لا يمكن للمثل الأعلى أن يحتاج لمثلي ولمثلك لا يمكن ولا حتى للأنبياء هذه الأخبار التي تحدثنا عن توسل الأنبياء بهم تريد أن تشير إلينا إلى هذه الحقيقة إلى أن الجميع يحتاجون إليهم وهم لا يحتاجون إلى أحد هم لا يحتاجون إلا إليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك والحديث ذو شجون وخذ من هذا المجمل وفصل ما تريد واجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا في فضلنا ما شئتم تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في حلقة يوم غد وهي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في هذه الأيام الشريفة أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على بركاتي اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم قولي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله اللهم صل على محمد وآل محمد إن الحبيب المصطفى ذُرَفَةٍ وَذُوَّفَةٍ إن الحبيب المصطفى ذُرَفَةٍ وَذُوَّفَةٍ وَذِكْرُهُ فِيهِ الشِّفَةٍ إِذَا تَمَادَاتِ الْعِلَلِ وَذِكْرُهُ فِيهِ الشِّفَةٍ إِذَا تَمَادَاتِ الْعِلَلِ إِذَا تَمَادَاتِ الْعِلَلِ إِذَا تَمَادَاتِ الْعِلَلِ يا ركُولَ اللَّهُ إِذَا تَمَادَاتِ الْعِلَلِ إذا تباتي